النهاردة نجمنا في النصف الثاني من حلقتنا هم أبطال وصناع فيلم ليلة العيد الفيلم اللي طرح فيه دور السينما منذ أيام قليلة وبيناقش مشاكل النساء في مصر من ختان وزواج مبكر عنف اختصاب زوجي حكايات الناس وبناقشها على جزيرة تشبه حياتنا اليومية في ليلة واحدة بس هي ليلة العيد النجمة يسرى بطلة الفيلم هتكون معانا النهاردة نجمة كبيرة ولها يعني تاريخ طويل في السينما المصرية والعربية وحيكون معانا المخرج سامح عبدالعزيز مع عدد من أبطال الفيلم من النجوم الفنان والنجم سيد رجب النجمة عبير صبري النجمة نجلاء بدر كل دول هيكونوا ضيوفنا في النصف الثاني من حلقتنا النهاردة عشان نناقش فيلم ليلة العيد أما في أشياءنا الاقتصادي واللي سنفرد له مساحة كعادتنا في الساعة الإخبارية الأولى فالأنباء الآن متواترة عن الاقتراب من إتمام اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي تتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي طبقا للاتفاق اللي كان بين مصر والسندوق بالإضافة إلى زيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو 8 مليار دولار على مدى 3 سنوات مع الحصول على دفعة مقدمة بالإضافة طبعا لل700 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين بموجب هذا البرنامج ستتمكن مصر أيضا من توفير تمويل إضافي من مؤسسات تمويلية دولية أخرى بالإضافة إلى عدد من الصفقات أو الطروحات اللي كلنا منتظرين الحكومة أن تكشف عنها كل هذا مجتمعا يعني اتفاق الصندوق مع تمويلات أخرى مع طروحات أو بيع أراضي أو بعض المشروعات اللي تعلن عنها الحكومة بتحاول أنها تنهيها طبقا لمعلوماتنا يعني كل ده مجتمعا يمكن أن يمكن المركزي من القيام بتخفيض لسعر الصرف تخفيض عاجل لسعر الصرف ما عرفش عاجل ده هيكون إمتى وده مصر بتتفاوض عليه مع الصندوق ضمن أليات نظام سعر صرف مرن خاصة أن احنا دلوقتي كل يوم في ارتفاع كبير في الفجوة بين السعر الرسمي 30.9% وسعر السوق الموازية اللي واصل لأربعين جنيه الفرق واصل لأربعين جنيه يعني فوق المية في المية إمتى كل ده هيحصل؟ كل المعلومة الجديدة في كل اللي أنا بقوله ده أنه ربما يكون اختراب للاتفاق دي المعلومة الجديدة الوحيدة اللي بقولها لكم لكن كل ما سبق احنا قلناه قبل كده وأفصحنا عنه قبل كده وبقالنا فترة منتظرينه إمتى التوقيتات؟ إمتى التخفيض؟ لا أحد يعرف ولكن كما شرحنا من قبل المركزي محتاج إلى حصيلة دولارية كافية قد تصل إلى 15 مليار دولار أو أكثر لتحقيق تخفيض ناجح لسعر الصرف خاصة أن عليه متأخرات من حصص الأجانب في شركات البترول 5 مليار أو أكثر دولار طبعا بالإضافة للبضايع الموجودة في المواني بالإضافة إلى أقصات الديون بالإضافة لأمور كثيرة جدا فهو مش محتاج يعني من 15 مليار في إيده يقدر يلعب بيهم ويقدر أنه ينزل بيهم السوق هنا محتاجين نقول حاجة موضوع الصندوق أو الاتفاق مع الصندوق ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن كل هذه أنباء وأنباء إحنا كنا عارفينها من بدري موضوع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية وليس الحل كله الحلول الاقتصادية ودي نقطة مهمة جدا لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ فيه توقيتاتها تفقد تأثيرها وصلاحيتها ويبقى عليك أن تبحث عن حلول أخرى تواكب التطور يعني هو جماعة حد يقولي هو الحلول الاقتصادية عاملة زي الأكل والشرب بيحصل له بيحصل له عنده تاريخ صلاحية زي اللي بتكتب على علبة التونة هو للأسف آه الحل الاقتصادي شبه برضو الأكل اللي على علبة التونة كده له تاريخ صلاحية الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية بمعنى أنه الحل الاقتصادي بتاع النهاردة مش الحل الاقتصادي بتاع بكرة يعني لو أنت النهاردة بتواجه دولار بخمسين جنيه في السوق السوداء غير لما بتواجه دولار بسبعين جنيه في السوق السوداء فالحل له توقيت طول ما الحل بيتأخر الفجوة بتزيد وبيكون بدل ما أنت مستهدف رقم معين في التخفيض مثلا رقم تنزل على خمسة واربعين جنيه مثلا زي ما تكلمنا من أسبوعين دلوقتي لا أنت مستهدف رقم أعلى أنك تنزل على خمسين مثلا لأنه خلاص السوداء سبقتك بمسافة فالحلول الاقتصادية لها توقيتات ولها صلاحية لو أنت اتأخرت في توقيتاتك عليك أن تبحث عن حلول أخرى قد تكون مكلفة بشكل آخر ده جزء الأمر الآخر الحقيقة ودايما السوداء ستسبقك الأمر الآخر طبعا كل تأخير بيوسع لك الفجوة ومش بس بيوسع الفجوة وهذا هو الأمر الآخر لكنه أيضا يزيد من حالة القلق وانعدام اليقين وانعدام الثقة وهذا هو أخطر ما يهدد الاقتصاد بمعنى برضو بنشرها من أسبوع بالضبط لا يوجد أي خبر أو أي معلومة أو أي تقرير ناجتف مثلا أو سلبي يمكن أن يؤدي إلى أن السوق الموازية ترتفع عشرة جنيه احنا عندنا ارتفاع في السوق الموازية عشرة جنيه في الأسبوع اللي فات من مثلا الأربع أو الخميس اللي فات والحد النهاردة غير مبررين فيش أي حاجة ما فيش غير ان احنا خرجنا من كاس الأمم هل ده سبب يعني ولا علاقة اللي ده بموضوع الدولار هل ده سبب يؤدي لقفزة العشرة جنيه انت كل يوم كده بتصحى الصبح تلاقي جنيه اتنين جنيه زيادة شيء غير مبرر الشيء الوحيد المؤثر والمبرر هو غياب الشفافية هو احساس السوق ان الحكومة ليس لديها حل او مش عارفين الحل امتى او شعور الناس انها مش شايفة الحكومة شغالة على ايه حالة عدم اليقين وحالة القلق دي نتجتها اللي احنا شايفينه وبالنقش وبقالنا أسبوع الارتفاعات غير المبررة في كل الاسواق مضاربات في الدهب وفي الدولار وكل واحد بيحط السعر اللي هو شايفه هذا ده من ايه من خوفه من القادم لان الناس كلها بتسأل هو الجاي عمل ازاي وما حتش فاهم حاجة ولو اهد معاه بعض المدخرات بيقول ايه لو انا معايا بعض المدخرات اعمل بيها ايه فالناس نزلة لو بعض قليل حتى من المدخرات الناس نزلة تشتري دهب ودولار ده الناس بتفكر كده كل ما سبق يضاف اليه التلويح بالحلول الامنية وده ايضا لا يمكن ان يحقق اي تأثير الا مزيد من الرعب والقلق في الاسواق وينعكس كل ده على الاسعار مرة عشرة والف الاقتصاد ليس سر حربي مش امن قومي مش من معلومات الامن القومي اللي الحكومة لازم تخبيها ده اكل عيش الناس واي تأخير شفافية فيه بيؤدي للحالة اللي احنا فيها وارتفاع الفجوات وكل ما ارتفعت الفجوة كل ما بقى عندك صعوبة في اللحاق بها الناس محتاجة تفهم تعرف انا مش بقولك قولي هتعوم امتى اكيد لا عشان بس محدش يطلع اقولي يعني انت عايزاني اقولك هنعوم هنخفض السعر امتى اكيد لا مش هقولك تقولي هترفع سعر البنزين والسولار امتى اكيد مش هقولك ده كل ما يحتاج السوق ان يعرفه انت شغال على ايه بتفكر في ايه مستهدف ايه وامتى الفدرالي الامريكي يا سادة ما بقولش سر بيعلن بيقول انا السنة دي عندي 3 اربع تخفيضات او كذا تخفيض والسنة الجاية عندي كذا مستهدف كذا رفع بيقول هكذا يدار الاقتصاد بالمعلومات فلو غير حتى بيبقى مثلا السوق فاهم هو رايح فين الاقتصاد يدار بالمعلومة بالافصاح لكن فكرة الغموض والاسرار ومفاجآت سانتا كلوز في راز السنة دي لا تصلح مع الاقتصاد ونتجتها اللي احنا شايفينه حالة من الاضطراب في الاسواق في اسواق بداية من اسواق السلع العش والرازت والسكر وكذا 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 وصولا لأسواق الدولار والدهب هذا الاضطراب ايضا لن يحدأ بين يوم وليلة اذا حدث التخفيض لانه ممكن حد يقول لك اه طب انا لما حنزل بقى السوق زي ما حصل في 2016 بسرعة السقة هترجع فلوس المصرين في الخارج هترجع ده هيحصل كاري تريد هيدخل اللي هي الاستثمارات الاجانب في ادوات الدين ما حدث واذكر ما حدث في 2016 ليس كما يحدث في 2024 اول تخفيض مش زي رابع تخفيض في فرق في الظروف فرق في الثقة فرق في السياسة الاقتصادية فرق في امور كثيرة جدا فارجوكوا لا تتخيلوا انه معايا الـ 15 مليار بكابسة زر كل الثقة هترجع هتاخد وقت المراضي الاقتصاد ثقة الثقة شفافية ومعلومة مرة تانية مش بقولك قولي هتعوم امتى او هتخفض امتى احنا عارفين انك هتخفض مش بقولك امتى بقولك قولي طريقي عامل ازاي عشان انا كمان ابقى متطمن لكن الحالة دي والمفاجآت وابس مفاجآة دي كلها لا تؤدي الا الى الحالة اللي احنا فيها يلا نبتدي لها